بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف الأول متوسط في مادة الرياضيات درسنا لهذا اليوم الإثراء السادس في الفصل الدراسي الثاني معلمكم الأستاذ علي عبدالله العنبر وزميلي في لغة الإشارة الأستاذ بدر ناصر الحمود التمثيل بالأعمدة هو طريقة للمقارنة بين البيانات باستعمال الأعمدة أخوة استعمل التمثيل بالأعمدة لعرض بيانات الجدول أدنى لدي هذا الجدول يبين الطلاب وعدد إخوتهم أحمد لديه أخ واحد عدد إخوته واحد محمد عدد إخوته ستة سعيد عدد الإخوة لديه ثلاثة مازن عدد إخوته اثنان المطلوب أستعمل التمثيل بالأعمدة لعرض بيانات هذا الجدول الخطوة الأولى أرسم محورا أفقيا وآخر رأسيا وعنوينهما ثم أضف عنوانا للتمثيل الخطوة الثانية أرسم عمودا يمثل عدد الإخوة لكل طالب إذن نرسم محورين أحدهما أفقي والآخر رأسي الأفقي هنا يمثل من؟ يمثل الطلاب أما المحور الرأسي يمثل عدد الإخوة هنا عنوانا المحور الأفقي بالطلاب والمحور الرأسي بعدد الإخوة ووضعنا عنوان لهذا التمثيل عدد الإخوة لبعض الطلاب الآن لدينا أحمد عدد إخوته لديه أخ واحد إذن عند الطالب أحمد نرسم عمود إلى أن يصل إلى واحد الآن لدينا من؟ نعم لدينا محمد عدد إخوته ستة الآن عند الطالب محمد نرسم عمود إلى أن يصل إلى أين؟ صحيح يصل إلى ستة لأن عدد إخوته ستة الآن لدينا الطالب سعيد عدد إخوته ثلاثة إذن عند الطالب سعيد نرسم عمود إلى أن يصل إلى أين؟ صحيح إلى أن يصل إلى ثلاثة لأن عدد إخوته ثلاثة الآن لدينا الطالب مازن عدد إخوته إثنان إذن عند الطالب مازن نرسم عمود إلى أن يصل إلى أين؟ نعم إلى أن يصل إلى إثنان لأن عدد إخوته إثنان هنا استعملت التمثيل بالأعمدة لعرض بيانات هذا الجدول الذي يبين الطلاب وعدد إخوتهم قراءة يبين الجدول المجاور عدد الصفحات التي قرأها خمس طلاب من كتاب مثل البيانات بالأعمدة هذا الجدول يبين عدد الصفحات التي قرأها خمسة طلاب من كتاب لاحظ الطلاب وعدد الصفحات هنا الطلاب وهنا عدد الصفحات محمد قرأة تسعين صفحة خالد قرأة ثمانية واربعين حسام قرأة خمسة واربعين فادي قرأة خمسة وثلاثين نواف قرأة خمسة وعشرين إذن مطلوب مني أن أمثل هذه البيانات بالأعمدة هذا هو الجدول إذن سوف نرسم محورين الأفقي يمثل الطلاب والمحور الرأسي يمثل عدد الصفحات ولا ننسى أن نضع عنوان لهذا التنثيل عدد الصفحات التي قرأها خمسة طلاب من كتاب الآن لدينا الطالب محمد قرأة تسعين صفحة إذن عند الطالب محمد نرسم عامود إلى أن يصل إلى تسعين إلى أن يصل إلى تسعين الآن لدينا من؟ نعم لدينا خالد قرأة ثمانية وأربعين صفحة إذن عند خالد نرسم عامود إلى أن يصل إلى ثمانية وأربعين ما قبل الخمسين تقريبا الآن لدينا الطالب حسام قرأ 45 صفحة إذن عند الطالب حسام نرسم عامود إلى أن يصل إلى أين؟ نعم إلى أن يصل إلى 45 في المنتصف ما بين 40 وال50 هنا في المنتصف تقال الآن لدينا الطالب من؟ فادي قرأ 35 صفحة إذن عند الطالب فادي نرسم عامود إلى أن يصل إلى 35 في المنتصف ما بين 30 وال40 الآن لدينا الطالب من؟ نعم لدينا نواف قرأ 25 صفحة إذن عند الطالب نواف نرسم عامود إلى أن يصل تقريبا إلى 25 في المنتصف ما بين 20 وال30 هنا مثلت هذه البيانات باستخدام الأعمدة هناك نوع خاص من الأعمدة البيانية يسمى المدرج التكراري تستعمل فيه الأعمدة لتمثيل تكرارات البيانات العددية المنظمة في فئات مرة أخرى هناك نوع خاص من الأعمدة البيانية يسمى المدرج التكراري تستعمل فيه الأعمدة لتمثيل تكرارات البيانات العددية المنظمة في فئات زلازل يبين الجدول المجاور قوة عدد من الهزات الأرضية مثل البيانات باستعمال مدرج تكراري لاحظوا هنا هذا الجدول يبين قوة عدد من الهزات الأرضية لدينا هنا القوة من 7 إلى 7.4 من 10 التكرارات 4 ولدينا هنا من 7.5 إلى 7.9 من 10 التكرارات 14 هنا لدينا من 8 إلى 8.4 من 10 التكرارات 5 هنا من 8.5 إلى 8.9 من 10 التكرارات 2 هنا من 9 إلى 9.4 من 10 التكرارات مرة واحدة تكررت سوف أرسم محورين المحور الأفقي يمثل القوة ولاحظوا أطوال الفئات هنا الفئة الأولى من 7 إلى 7.4 من 10 هنا الفئة الثانية من 7.5 إلى 7.9 من 10 الفئة الثالثة من 8 إلى 8.4 من 10 الفئة التي تليها من 8.5 إلى 8.9 من 10 الفئة الأخيرة من 9 إلى 9.4 من 10 أما المحور الرأسي يمثل التكرارات ولا ننسى أن نضع عنوان لهذا التمثيل قوة عدد من الهزات الأرضية الآن لدينا من 7 إلى 7.4 من 10 التكرارات 4 إذن عند 7 هنا إلى 7.4 من 10 نرسم عمود إلى أن يصل إلى 4 لأن التكرارات 4 الآن لدينا من 7.5 إلى 7.9 من 10 التكرارات 14 إذن هنا عند الفئة الثانية من 7.5 إلى 7.9 من 10 نرسم إلى أن يصل إلى 14 إلى أن يصل إلى 14 لدينا هنا أيضاً ماذا؟ من 8 إلى 8.4 من 10 التكرارات 5 هنا من 8 إلى 8.4 من 10 نرسم إلى أن يصل إلى أين؟ نعم إلى أن يصل إلى 5 تقريباً الآن لدينا ماذا؟ من 8.5 إلى 8.9 من 10 التكرارات 2 هنا هذه الفئة من 8.5 إلى 8.9 من 10 نرسم إلى أن يصل إلى أين؟ نعم يصل إلى 2 لأن التكرارات 2 الفئة الأخيرة من 9 إلى 9.4 من 10 التكرارات 1 هذه هي الفئة الأخيرة نرسم إلى أن يصل إلى أين؟ نعم إلى أن يصل إلى 1 اختر التمثيل المناسب باستعمال التمثيل بالأعمدة أو المدرج التكراري لعرض ما يلي هذا الجدول يمثل نسبة التخفيض في محل تجاري لاحظوا هنا نسبة التخفيض وهنا عدد السلع التخفيض من 2 إلى 2.9 عدد السلع المخفضة 1 من 3 إلى 3.9 عدد السلع 0 من 4 إلى 4.9 عدد السلع 12 من 5 إلى 5.9 عدد السلع 12 من 6 إلى 6.9 عدد السلع 16 من 7 إلى 7.9 عدد السلع 4 إذن التمثيل المناسب لهذه البيانات هو ماذا؟ صحيح هو المدرج التكراري لماذا؟ لأن البيانات تعرض في فئات البيانات تعرض في فئات التكرارات تعرض في فئات إذن سوف أرسم محورين أولا المحور الأفقي يمثل نسبة التخفيض المحور الرأسي يمثل عدد السلع لدينا الفئة الأولى من 2 إلى 2.9 عدد التكرارات 1 إذن هذه هي الفئة نرسم إلى أن يصل إلى أين؟ إلى أن يصل إلى 1 في المنتصف ما بين 0 و 2 الآن لدينا من 3 إلى 3.9 عدد السلع صفر هذه الفئة لا يوجد فيها أي تكرار من السلع إذن سوف تكون فارغة سوف تكون فارغة الآن الفئة التي تليها هي من 4 إلى 4.9 عدد التكرارات 12 إذن هنا هذه الفئة من 4 إلى 4.9 عدد التكرارات نرسم إلى أن يصل إلى تقريبا 12 الآن الفئة التالية هي من 5 إلى 5.9 عدد التكرارات 12 إذن هذه هي الفئة نرسم إلى أن يصل إلى أين؟ نعم إلى أن يصل إلى 12 الآن الفئة التي تليها هي من 6 إلى 6.9 عدد التكرارات 16 هذه هي الفئة نرسم إلى أن يصل إلى 16 الفئة التالية هي من 7 إلى 7.9 من 10 التكرارات 4 هذه هي الفئة نرسم إلى أن يصل إلى تقريباً 4 هنا مثلت هذه البيانات باستخدام المدرج التكراري لأن البيانات هنا عرضت في فئات هنا هذه هي الفئات فلذلك أنسب تمثيل لها هو المدرج التكراري مسافات استعمل المدرج التكراري المجاور الذي يبين المسافة بين بيت كل طالب في أحد الصفوف والمدرسة للإجابة على الأسئلة التالية هذا الجدول يمثل المسافة إلى المدرسة بين بيت كل طالب وإلى المدرسة السؤال يقول ما عدد الطلاب الذين تبعد بيوتهم معاً للمدرسة مسافة من 6 إلى 10 كيلومترات من 6 إلى 10 كيلومترات لاحظوا هنا المدرج التكراري هنا المسافة في المحور الأفقي المحور الرأسي هنا التكرار معنواً بعنوان المسافة إلى المدرسة السؤال يقول ما عدد الطلاب الذين تبعد بيوتهم على المدرسة مسافة من 6 إلى 10 نلاحظ أن هذه هي المسافة من 6 إلى 10 إذن هذا العمود يمثل عدد الطلاب كم عددهم؟ صحيح عددهم 6 طلاب عددهم 6 طلاب السؤال الآخر من نسبة المئوية للطلاب الذين يزيد بعد بيوتهم عن المدرسة مسافة 16 كيلومتراً أو أكثر إذن أولاً هنا تقع الـ 16 أو أكثر في هذه الفئة هنا تقريباً 16 أو أكثر عدد الأعمدة جميعها نلاحظ أن هذا العمود الأول عدد الطلاب في 8 العمود الثاني كما قلنا سابقاً عددهم 6 العمود الثالث هو عددهم 2 هنا عددهم 3 إذن نحن نريد النسبة المئوية للطلاب الذين يزيد بعد بيوتهم عن المدرسة مسافة 16 كيلومتراً أو أكثر عدد الطلاب الذين يزيد بعد بيوتهم عن المدرسة على 16 كيلومتر هو 3 ثلاثة طلاب إذن نكتب النسبة المئوية 3 على 19 التسعة عشر هذه تمثل مجموع الطلاب الممثل في الرسم البياني ثلاثة زائد اثنان زائد ستة زائد ثمانية تمثل المجموع الكلي إذن ثلاثة على تسعة نضربها في 100 ثلاثة على تسعة عشر نضربها في 100 ما هو ناتج هذا الضرب؟ نعم من حصل إجابة خمسة عشر في المئة وثمانية من عشرة فإجابته صحيحة إذن النسبة المئوية للطلاب الذين يزيد بعد بيوتهم على المدرسة مسافة 16 كيلومتراً أو أكثر هو خمسة عشر في المئة وثمانية من عشرة من بين هؤلاء الطلاب الممثلين في المدرج التكراري ما الفرق بين التمثيل بالأعمدة والمدرج التكراري؟ نلاحظ هنا لدينا هذين البيانين الأول التمثيل بالأعمدة رسم بياني التمثيل بالأعمدة الرسم الآخر التمثيل بالمدرج التكراري لاحظوا التمثيل بالأعمدة هو طريقة جيدة لتمثيل ومقارنة الكميات المختلفة أما المدرج التكراري هو طريقة لتمثيل البيانات العددية المنظمة في فئات متساوية الفرق بينهما أن التمثيل الأعمدة هو طريقة جيدة لمقارنة الكميات المختلفة أما التمثيل بالمدرج التكراري هو طريقة لتمثيل البيانات العددية المنظمة في فئات متساوية يعد التمثيل بالخطوط طريقة جيدة لعرض التغيرات في البيانات عبر الزمن يعد التمثيل بالخطوط طريقة جيدة لعرض التغيرات في البيانات عبر الزمن كما يمكن استعماله لإجراء تنبؤات بالبيانات المستقبلية من خلال ملاحظة اتجاه الخط صاعدا أو هابطا أو ثابتا طباعة يبين التمثيل بالخطوط المجاور الزمن الذي تستغرقه عبير في طباعة ورقة عمل تجتمل على 600 كلمة استعمل هذا التمثيل في التنبؤ بالزمن الكلي اللازم لطباعة الورقة كاملة لاحظوا هذا التمثيل بالخطوط يبين الزمن الذي تستغرقه عبير في طباعة ورقة عمل تجتمل على 600 كلمة استعمل هذا التمثيل في التنبؤ بالزمن الكلي اللازم لطباعة الورقة كاملة هنا مثلت بنقاط الزمن بالدقائق المحور الفقه هو الزمن بالدقائق والبحور الرأسي لكلمات ورقة العمل وعنون هذا التمثيل بطباعة عبير إذن نريد أن نتنبأ بالزمن الكلي اللازم لطباعة الورقة كاملة سوف نمد هذا الخط الذي يمثل العلاقة نمد هذا المستقيم إذن عنده 600 كلمة نرسم خطا إلى أن يتقاطع مع الخط الممثل للعلاقة ومن ثم ننظر ما يقابله في المحور الأفقه الزمن بالدقائق هنا ما يقابله تقريبا كام؟ هنا 12 وهنا 16 المنتصف بينهم كام؟ صحيح المنتصف بينهم 14 إذن الزمن الكلي اللازم الذي تستغرقه عبير في طباعة ورقة عمل هو 14 دقيقة تقريبا قراءة قرأت أسماء كتابا خلال عطلة الصيف والتمثيل المجاور يبين الوقت الذي استغرقته فيك قراءة الكتاب تنبأ بعدد الأيام التي تحتاج إليها أسماء لقراءة 150 صفحة من الكتاب هذا التمثيل بالنقاط يمثل قراءة أسماء لكتاب خلال عطلة الصيف هو الوقت الذي استغرقته في قراءة هذا الكتاب المطلوب أن نتنبأ بعدد الأيام التي تحتاج إليها أسماء لقراءة 150 صفحة من هذا الكتاب إذن هنا ماذا نفعل؟ نعم لدينا في هذا الرسم أو رهل التمثيل بالنقاط المحور الأفقي يمثل الأيام والمحور الرأسي يمثل الصفحات المقروعة إذن نكمل رسم الخط المستقيم الممثل للعلاقة وهنا عند 150 تقريباً نرسم خطاً لتقاطع مع هذا الخط الممثل للعلاقة هنا تقع 150 تقريباً في المنتصف ما بين 160 و140 وننظر ما يقابلها في المحور الأفقي تقريباً هنا تمثل عشرة أيام هنا تمثل عشرة أيام إذن أسمى تحتاج عشرة أيام لقراءة 150 صفحة أسمى تحتاج عشرة أيام لقراءة 150 صفحة يعرض شكل الانتشار مجموعتين من البيانات على الشكل نفسه وهو مفيد كالتمثيل بالخطوط في إجراء تنبؤات لأنه يبين اتجاهات البيانات مرة أخرى يعرض شكل الانتشار مجموعتين من البيانات على الشكل نفسه وهو مفيد كالتمثيل بالخطوط في إجراء التنبؤات لأنه يبين اتجاهات البيانات إذا كانت النقاط على شكل الانتشار متقاربة بحيث تقع على خط مستقيم فإن مجموعتين البيانات تكونان مترابطتين أو بينهما علاقة هنا أنماط العلاقة كما هو ممثل أمامكم نلاحظ في التمثيل الأول هنا العلاقة طردية بالنظر من اليسار إلى اليمين نجد أنها مائلة إلى الأعلى العلاقة طردية هنا في التمثيل الآخر نلاحظ أن العلاقة عكسية بالنظر من اليسار إلى اليمين ننظر أنها كأنه خط مستقيم نازل إلى الأسفل أو هابط إذن العلاقة عكسية هنا لاحظ انتشار البيانات يوضح أنه لا توجد علاقة بين المجموعتين إذن في العلاقة الطردية كلما زادت قيمة سين تزداد قيمة صاد أيضا في العلاقة العكسية كلما زادت قيمة سين تنقص قيمة صاد اختبارات يبين التمثيل بالخطوط الدرجة التي حصل عليها حسن في خمس اختبارات لخمسة فصول في مادة الرياضيات إذا استمر معدل الزيادة في الاتجاه نفسه فما الدرجة التي يمكن أن يحصل عليها حسن في الاختبار اللاحق لاحظوا هذا التمثيل هنا المحور الأفقي يمثل الاختبارات الفصل الأول الثاني الثالث الرابع الخامس هنا يمثل العامح والرأسي يمثل الدرجة التي حصل عليها حسن إذن المطلوب نتنبأ بالدرجة التي يمكن أن يحصل عليها حسن في الاختبار اللاحق الاختبار اللاحق سيكون لماذا؟ سيكون للفصل السادس سيكون للفصل السادس إذن نرسم خط يمر من منتصف معظم النقاط يمثل هذه العلاقة هنا عند الفصل السادس نرسم عمود تقريبا إلى أن يتقاطى مع هذا الخط هنا ومن ثم ننظر ما يقابله هنا هنا تقريبا ما فوق الـ 85% بدرجة واحدة تمثل ماذا؟ صحيح تمثل أن الاختبار اللاحق لحسن سوف يكون تقريبا 86% 86% إذن يمكن أن يحصل حسن في الاختبار اللاحق وهو الفصل السادس على 86% تقريبا التمثيل البياني المجاور يوضح مقدار الزيادة في عدد سكان إحدى المدن الصغيرة هذا التمثيل يمثل مقدار الزيادة في عدد سكان إحدى المدن الصغيرة صف العلاقة بين مجموعتين البيانات نلاحظ هنا انتشار البيانات أو الخط الممثل العلاقة بالنظر من اليسار إلى اليمين نلاحظ أنه مائل للأعلى إذن العلاقة ماذا تكون؟ تكون طردية لأنه لماذا؟ كلما زادت هنا عدد السنوات هذه تمثل العام هنا 1430 1432 وهكذا كلما زادت عدد السنوات زاد عدد السكان إذن العلاقة طردية لأنه كلما زادت عدد السنوات زاد عدد السكان إذا استمر النمو بالمعدل نفسه فكم يصبح عدد سكان المدينة عام 1440 هجرية؟ هنا عام 1440 هجرية كم يصبح تقريبا عدد السكان؟ إذن سوف نرسم ماذا؟ عامود إلى أن يتقاطع مع الخط الممثل للعلاقة ثم ننظر ما يقابله من عدد السكان هنا تقريبا فوق الستة وثلاثين ألف بقليل تقريبا بالتقدير هي تساوي ستة وثلاثين ألف وثلاثمائة عدد سكان المدينة عام 1440 هجرية هو ستة وثلاثين ألف وثلاثمائة تقريبا إلى هنا يا أحبتي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم دمتم بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر